مشاهدوا في الجول في كل مكان اهلا بكم في حلقة جديدة ايام معدودة وينطلق الموسم الجديد لدوري المحترفين ولدوري القسم الثاني به بعد موسم سابق شهد بعض اللغط وبعض الازمات خاصة مع النظام الغريب اللي اتأهل من خلاله غزل المحلة وبدرو جيت مباشرة الى الدور الممتاز بالاضافة لخوض فريق حرص الحدود اللي هو كانتالة دوري المحترفين دورة ربعية معه اوائل مجموعات دوري القسم الثاني به ازمات كتيرة وكواليس كتيرة وتفاصيل كتيرة وكمان هنعرف الاندية هتلعب فين وايه ابرز السفقات كل ده يكون النهاردة مع زميلي رضا الصنباطي اللي بيشرفني ونورني ويحكي ليه عن كل التفاصيل في دوري الدرجة التانية ودوري المحترفين مساء الفول يا رضا مساء الفول يا زميلي محمد المصطفى سعيد اللي موجود معاك على موقع في الجول اهلا بيك يا رضا رضا زميلينا طبعا اللي بيغطي القسم الثاني في موقع في الجول دوري محترفين ودوري القسم الثاني به النظام بقى اللي هنمشي عليه السنة الجاية هيكون ايه المسم الحالي مسم سهل بالنسبة للنظام يعني المسم الماضي كان عندنا اول فرقتين كانوا بيسعدوا لطبعا دور ممتاز مباشرة والتالت كان بيلعب دورة ربعية مع طبعا ثلاث اندية من اوائل المجموعات الستة طبعا في دور القسم التاني به وكان فيه لغة من بعض المتابعين طبعا هما شايفين انه ممكن فريق من دور القسم التاني به كان مرشح ليه السعود ليه الدور الممتاز وزي ما شوفا الفريق من درجة تالتة كأنها تالتة بيسعد مباشرة لممتاز ينط درجة وكان فريق سبورتن كان يقدر كمان يسعد ليه الدور الممتاز مع حرس الحدود لا تفوق طبعا كابتن ميكي مع حرس الحدود لكن النظام الحالي المسم الحالي عشرين فريق بيشاركوا في دور المحترفين هيكون نظام طبيعي جدا كل فريق هيلعب ثمانية وتلاتين مباراة يعني الدور هيكون من دورين أول ثلاث أمدية هيسعد المباشرة للدور الممتاز آخر ثلاث أمدية هيهبطوا إلى دوري الكسم الثاني به اللي هو فيه ست مجموعات دور الكسم الثاني به أبار عن ست مجموعات بالفعل دوري محترفين هم المجموعة واحدة إلى عشرين فريق إلى عشرين فريق دور الكسم الثاني به اللي هو هيكون عندنا المجموعة الأولى والتانية منطقة الصعيد أو المجموعة الصعيد أول المجموعة طبعا النظام الجيد بقى هو هيكون في دور الكسم الثاني به احنا عندنا المجموعة الاولى والتانية مجموعة الصعيد هيصعد ثلاث اندية من كل مجموعة ثلاثة من المجموعة الاولى ثلاثة من المجموعة التانية هيلعبوا دورة سداسية هيلعبوا عشر مباريات طبعا كل في الالعب منظرين المجموعة الثالثة وربعة نفس النظام هيصعد اول ثلاث اندية من المجموعة الثالثة مع اول ثلاث اندية من المجموعة الرابعة مجموعة الوحدة دور التلائج طبعا دورة سداسية المجموعة الخامسة أيضاً أول ثلاث أندية وأول ثلاث أندية من المجموعة السادسة كل مجموعة أو كل دورة ترقي هيصعب منها فريق واحد لدوري المحترفين يعني النظام الحالي إن مثلاً دوري كسمة تاني بها الفريق هيلعب في المجموعة ومثلاً المجموعة 10 أندية هيلعب دوري من دورين 18 مباراة بعد كده هيلعب 10 مباراة تانيين علشان يتآهل لدوري المحترفين وكأن الفريق اللي هيصعب من دوري الدرجة التانية لدوري المحترفين هيخوض حوالي 27 مباراة آه حوالي 27 أو 28 آه بالفعل لأن في مجموعات مثلاً في مجموعة مثلاً أول 10 أو في مجموعة 11 الحدوشان هييلعب حوالي 20 مباراة و10 مباراة ممكن يلعب 30 مباراة كمية يبتتأسم حسب المناطق يعني أول مجموعة تانية أنت أتكلمت فيهم بصلاً الصعيد آه عندنا 65 نادي في دوري كسمة التاني بيل إنه كان مفترض يكون 63 فريق لكن صعدوا فريق بانها والجزيرة بسبب خطأ في اتحاد الكورة فصعدوا بانها والجزيرة رغم أنه حقهم بانها والجزيرة في حصلهم على النقاط ولكن ده موضوع بسبب أنه طبعاً كان فيه لغط في اتحاد الكورة لا أمتعدهاش كده معلش ثانية واحدة بس قولنا كده بسرعة إيه اللغط أو المشكلة اللي حصلت اللي قدت إلى صعود نادي بانها والجزيرة رغم أنهما ما كانوش صعدوا قدت إلى صعودهم من الدرجة الثالثة أو الدرجة الرابعة بقى لو إحنا ماشينا الدوري محترفين ده هو الدرجة الثانية يعني من الدرجة بتاعتهم لدوري القسم الثاني بيل طبعاً اللي كان حصل إن فريق بانها كان مع نهاية الدوري هو تاني المجموعة مع فريق البلاستيك ولكن فريق بانها من أول الموسم كان اشتاكى فريق البلاستيك إن كان عندهم لاعب شارك في أول مباراة كان عنده ثلاث بطاقات صفراء لأنه كان مفترض ما يشاركش أول مباراة كان لعب جديد مع فريق نادي البلاستيك نادي البلاستيك لما بحث فيه منطقة الكورة ظهر له إن اللاعب عنده نظار واحد في الطبيعي إن اللاعب يشارك نادي بانها الشكوى في اتحاد الكورة ترفضت في البداية بعد كده تقدموا الشكوى في لجنة التظلمات لجنة التظلمات شافت إن نادي بانها عنده حق لإن اللاعب عنده ثلاث انظارات بالتالي كان المفترض ما يشاركش في أول مباراة خطأ إداري خطأ إداري لو رحنا لنادي البلاستيك قال لك أنا ماليش الزنب لإن أنا رحت طبعاً من المنطقة المنطقة أثبتت إن اللاعب عنده انظار واحد فطبيعاً شاركت الخطأ هنا خطأ مين؟ خطأ في التحاد الكورة رغم أن أنت ممكن تقول في النادي أو مثلاً لأن المفروض النادي يبحث مثلاً عن آخر مرات بالفعل ولكن هو معاه إثبات من المنطقة إن اللاعب عنده يعطى إنظار واحد فبالتالي أنا شاركت أصبح المنطقة دي تابعة المين؟ بتحاد الكورة أصبح الخطأ هنا الخطأ مين؟ بتحاد الكورة فبالتالي صعد الفرقتين بنها والبلاستيك صعدوا لدورة قسم التنمية كان المفترض على حسب اللائحة فريق واحد بالنسبة للجزيرة هو تالت المجموعة خلف الزهور والرجاء لكن الجزيرة كان عنده مباراة مع الضبعة فريق الضبعة كان عنده اللاعب تحت السن مولد 2003 ولكن ما فيش مسابقة للفريق 2003 بالتالي كان المفترض إن اللاعب يتأيد قيمة فريق أول طبعاً لأنه ما فيش مسابقة 2003 نادي يتضبع أيد اللاعب عادي إن هو ناشئ في 2003 وهو ما عندوش فيرق 2003 يبقى الخطأ هنا خطأ مين؟ خطأ اتحاد الكورة اللي قبل القيد ده اللي قبل القيد ده بالتالي نادي الجزيرة لما عمل الشكوى واتحاد الكورة صرفت في البداية لجنة التظلمات قالت إن نادي الجزيرة عنده حق بالتالي نادي الجزيرة صعد مع نادي الزهور ما عليش مسابقة كده على حاجة أنت تتكلم في الندوري الدرجة التانية به المفروض إن هو 63 فريق أصبح 65 فريق بسبب خطأ اتحاد الكورة في التعامل مع ملفين خاصين بنادي بانها ونادي الجزيرة فعشان من الآخر يصالح الأندية دي ويصلح غلطته فالهم خلاص يتآهلهم على الأندية اللي تآهلت ورح مطلحهم ايه؟ من الدرجة اللي فيهم للدرجة اللي بعدها بالفعل رغم أن الرجاء مثلا هو تاني المجموعة يعني تخيل الزهور ترتيب التاني الرجاء التالت الجزيرة لكن الجزيرة علشان هياخد النقاط مباراة للضبع أصبح هو المتصدر هيكون في تواصل بين كل المناطق لازم يكون في تواصل بين المناطق علشان يظهر اللعبة يعني كل اللعبية تبقى مشجلة أو ظهرة لكل الأشخاص في المناطق الموسم قبل الماضي كان فيه لعب في شبان بدويق نفس القصة اللاعب تآهد في طلات نكسل شارك في طلات نكسلIS في موسم واحد لائحة اللاعب عموماً لازم اللاعب ممكن ينقيت ايب في ثلات نكسل難 definitions لكن يشارك في فرقتين فقط عادة أن هو يشارك في فرقتين لكن ثلاثة مينفعش Он كان لعب شبان بدوي شبان بدوي اشتكى من يات ثمنوت في التحاد الكرة شاب بدوي رحل منطقة ثبت ان صحة اللاعب يشارك olurum ما تقال له تمام تمام في المنطقة الأهلية بالتالي أصبح اللعب تشارك وتأيد ولعب طب إتحاد القراء يعمل إيه؟ يعمل إيه بقى أيوة الحل الفلس القرار هنا إن شبان بدواي ما يهبطش ومينية سمنود ما يهبطش كمان المفروض فريق واحد منهم يهبط فقال لك لا ما حطش يهب خلاص أنت لو اثنين ما بلنفضل لك ده أتاري إحنا كنا نفاكرين إن الموسم اللي خلوا فيه الزمالك في جولة قبل الأخيرة أو الأخيرة يلاعب إما حرص الحدود أو مش عارف مين على حسب نتائج الفرقتين إحنا كنا فاكرين دي تأليفة ده تلاقي فيه أنير مهي كده كتير في الدرجة التالية ده ده حاجات اللي بتتعرفي يعني ممكن يكون أصلا فيها حاجات ما بتتعرفش يعني ممكن فيه لعيب يلاعب في ده إن ده محدش مثلا معاتش خباله وأنا عاوز أوضح لك كمان إن هي معظم الشكاوة بتكون من النيدي يعني مثلا في الدورة ممتازة ممكن يتعرف إن نلاعب مع تلات انظرات نتعرف لإن إحنا مزاعة وبالزبط المزاعة وممكن نغطيها كلها ده في دور القسم الثالث أو الثاني مثلا ممكن فيه مغارات كتير ما بيكونش نتعرف ممكن اللي يقول حد يكون جوه يعني يكون جوه النادي هو اللي يبلغ نادي آخر يقولهم ده إحنا عندنا لعيب مثلا لعب وعنده ثلاث انظرات بعض الأندية في الدرجة الرابعة رفعت قضية على اتحاد الكرة وتوجهت للجنة التظلمات لأنها بتشكو أن لها الحق في الصعود للدرجة الثالثة والتفاصيل كلها بقى خليها مع رضا نحكي إنها رضا إيه القسم؟ بالفعل هو اللي حصل إن كان كل موسم بيصعد أول وتاني من كل مثلا منطقة لدوري الدرجة الثالثة إنت عارفين درجة الرابعة هي مناطق بالمحافظات بيصعد أواقل المناطق دي بس للدرجة الثالثة التواني بقى ما بيصعدوش الموسم المنتهي ولكن قبل كده كانوا بيتأهلوا كان ساعت بيتعاول الأندية المركز الثاني في الدرجة الرابعة اتوعدوا من اعضاء في اتحاد القرى ان هما هيصعدوا يعني اللي عرفوا كمان مش ان هما اتوعدوا اللي عرفوا كمان ان هما بعد ما الموسم خلص السيستم اتفتح ليهم في الدرجة الثالثة هو في البداية مع نهاية الموسم كان في وعد فقدروا طبعا هم تمسكين بالامل بالوعد ده ان هو ممكن يصعدوا اللي هو مش موجود في اللايحة بالفعل شهر 7 يعدي شهر 8 جينا في 31 اغسطس اللي هو فتح السيستم او فتح القيد للقايمة الاولى يلا يا عم مفتح السيستم يلا هتدخلنا فين درجة الثالثة الا ربعة السيستم هو يعتبر هو اكبر دليل انت موجود في الدرجة الثالثة تمام بدل ما يبيعت لك كطاب ظهر على السيستم كل الاندية التواني انهم درجة التالية الوعد الذت بالتالي كده احنا كفريق موجودين في الدرجة التالية خلاص يا سيستم نفسي على كده طب الاندية انتظر هذه يوم الثاني ممكن يكون غلطة أسبوع ممكن يكون غلطة لقوا ان الموضوع ثابت هم موجودين في الدرجة التالتة. والدرجة التالتة انتليك لعب محترف كمان ده كان مفتوحة السيست. بالفعل يعني مثلا النادي زي جولدن جيت راح ايد لاعب. اه. في لعب اجنابي موجود في الدرجة التالتة. الدرجة الرابعة مفاش محترفين. الدرجة التالتة لاعب واحد من حاجة تأيضه. المركز شعاب الحسنية راح دفع الاشتراك ان هو موجود في قسم التالت. فاصبح قبل الفلوس. وقبل من الليون لانهم خلاص اصبحوا متواجدين في الدرجة التالتة. الدرجة التالتة. السيستم استمر حوالي اثنين وعشرين يوم. اه. اتنين وعشرين يوم متحاوض الكرة في الموات البطيخ. بيتكلمش خلاص انا الاندية صعدت. بالتالي مع بعض الشكاوم الاندية وطبعا فقط انك تريد عاوزة تسعد. فبالتالي رجعوا تاني على السيستم انهم درجة رابعة. الكسة مش في الواحدة خلاص. اه. انت لو مش عاوزة تصعدهم ما يتعملوش على السيستم. كانت الاندية فضلت مستمرة وخلاص هي مقتنعا هي بالدرجة رابعة. انما تفتح السيستم. فالاندية تصرف مثلا تلاتة اربعة مليون مثلا تعاقدات. طب هل اللاعبة اللي انضمت للنادي وهي في الدرجة التالتة. اه. واصبحوا درجة رابعة. هيرضى يلعب او هيرجع المقابل اللي هو اخد مسلا بالناء عليه. الاندية دي توجهت لمحكمة ورفعوا دعوة قضائية وتوجهوا لجنة التظلمات في اتحاد الكرة للشك وضد قرار الاتحاد الكرة باعدتهم للدرجة الرابعة. بالفعل هما راحوا شقين شق اللي والقانوني في اتحاد الكرة لجنة التظلمات شق القانوني في المحكمة. كمان هيتوجهوا ليه الفيفا علشان يكون عندهم حق لانهم عندهم الحق ان هما كانوا في السيستم. مليهاش علاقة بالوعود. لأ انا قانونا انا على السيستم كنت متواجد في الدرجة التالتة. دي حاجة اللاجة خالص. انا اتحاد الكلام مفروض ان الاتحاد من بقدري يكون عنده قرار يعني. او حتى مع نهاية الموسم يكون فيه قرار. انا ليه استمر ليه بداية الموسم زي ما شوفنا كمان في تغيير شكل الدوريات. بقدر سعبتي في في وجود صفقات تبدو يعني من فرق اقل او مدوري ممتاز القسم الثاني به او الدرجة التالتة ولكن في بعض اللاعبين كانوا مع مع الفرق اللي صعدت للدوري ممتاز. ولكن الفرق بتقرر استغناء عن اللاعبيها بمجرد تأهل للدوري ممتاز وبينتقر اللاعبين دول لفرق هبطة او فرق موجودة في دوري المحترفين. بتشوف ازاي الامر ده. وهل فيه لعيبة متخصصة في كده متخصصة في تصعيد فرق مش هتاخد في وقت مرؤية فرصة زي مثلا مدرب طنطة اللي تأهل مع الفرق اكتر من مرة وفي النهاية دايما بيقبقى موجود درجة تانية. في بعض اللاعب نفس. كابتا ايمن مزين كابتا ايمن مزين طبعا اه مدرب طنطة هو اللي تأهل مع فرق اكتر مرة وبرغم كده بيبقى في يعني تخصص صعود. بتشوف ازاي الموضوع ده وهل فعلا فيه لعيبة تخصص صعود بس ما بيلعبوش دوري ممتاز. طبعا مستوى اللاعبه في الدرجة التانية يعتبر قريب من الدوري الممتازة هو يعني يعتبر فوارق بسيطة جدا. وده اللي احنا شايف شوفناه مع اكتر من اللاعب مصطفى شلبي حاليا في الزمن كان في الدرجة التانية. واكتر من اللاعب كان بيلع في دوري الدرجة التانية ناصر منسو ايضا كان في الشمس مسلا ولما انتقل بعد كده لفريق الداخلية. لكن هي القصة في المدرب. لو المدرب بيكون صعد هو اللي بيكمل مع الفريق. فبيستعين بمعظم اللاعبة. يعني مسلا احمد عبدالرقوف لما صعد استعان مسلا بحوالي نقول 18 لعب من نفس القوام الفريق اللي كان معاه في الدرجة التانية. مسلا كابتن احمد عيد مع غزل محلة ايضا بيستعين بمعظم اللاعبة من الدرجة التانية مع مسلا نقول عشر صفقات اتناشا صفقة في الحدود الحالية. لكن مسلا كابتن محمد يوسف مع حرس حدود اللباقى فقط نقول حوالي سبع لعيبة. فمعظم بالفعل فمعظم الصفقات بتكون معظمها دور ممتاز. هي على حسب الادارة النادي مع المدير الفاني. لو في استراتيجية بين المدير الفاني وادارة النادي خلاص احنا ممكن نتعاكم مع بعض اللاعبة مميزة في الدرجة التانية مع بعض اللاعبة مسلا من دور ممتازة. لكن المدارب لما بيكون جاي مع الفريق بعض الصعوب انا عاوز انافس او انا عاوز اكون في مكان مميز عكس المدارب اللي بيكون صعد مع الفريق. لكن القصة كلها هي مفيش فورق كتير. هي اهم حاجة الفرصة. زي ما في احمد عبدالقوف كان يقدر ياخد فرصة تاني ويزهر مع فرق. زي ما ذكرت كابتن ايمان المزين. مجد عبدالعاطي مثلا صعد بثلاث تجارب. وقدر يكون موجود. وحاجة نتائج جيدة جدا مع زيد. كابتن سيد عيد. صعد اربع مرات. وموجود مع فريق بوتريلت. فالقصة كلها هي اهم حاجة امكانيات. وتعاون بينه وبين الاضارة. اسوان بالنسبة لهم تعقدوا كانوا مع كابتن حسام عبدالعال. واحد من مداربين الشباب المميزين. صعدوا مشكلة اسوان ممكن تقول لنا بقى ايه المشكلة. اسوان تعقد مع صفقات مويزة جدا. لكن الفريق طبعا اتضرب كواف القيد بسبب اللعب الناجيري اجواب. هما كانوا شايفين انه هما ايه الاجوال وهو كان شاكر نادي بسبب انه هو كان عايز ياخد عقده وطلع فيديو انه هو بيتعرض للضرب والقصة دي. بالفعل. هو بسبب الفيديو نادي اتعاكم. يعني هو كان خلاص هما حلوا المشكلة في حوالي خمسة وعشرين سبعة مثلا مع اللعب وحصل على مستحقاته. بالتالي المضوع كان انتهى. لكن قصة الفيديو هو ده اللي عمل المشكلة مع فريق نادي اسوان. بالتالي فريق اسوان لحد اللحظة ما قدروش طبعا انه هما يفكوا القيد. بالتالي معظم اللعب اللي كانتوا عقدوا معها صفقات مويزة جدا. معظم اللعبة رحلت لاندية اخرى كان يعتبر كمان هيكمل بالموسم اللعب اللي كانت معاهم في الموسم الماضي. مواجهة يكون صعبة للإدارة. تحدي صعب جدا. تحدي صعب لللاعبين. ان كمان فريق نادي اسوان بيسافر يعني هو الابعد مسافة هيسافر لكل المحاوزات. 19 مباراة خارج ملعبه. كان في تفكير ان هما يلعبوا في القاهرة ولكن الامور حتى الان في استاد اسوان. اسوان موقف كان فترة كده؟ فترتين. حد الان فترتين. يعني موسم كله اسوان مكمل بالسكوارل. هما بيحاول ان هما على الاقل يفكوا بكده قبل فترة يناير على الاقل. طيب عندنا نادي منصورة واحد من يعني الاندية اللي اظن ان هي محببة جدا لدى الناس. وتاريخهم اللي كان موجود فيه طلع عب ظهر السقة تامر عبد الحميد محمد كامونة ياسر الكناني البش بيشي ايمن محب تامر باجاتو. كان جيل عظيم جدا لنادي منصورة. والحيان انه مرتبط في ازهان الناس. في ازهان الناس. حتى من خلال القميس الورنج وملعب المنصورة. ولكن ملعب المنصورة الموسم ده النادي مش هيلعب عليه. النادي هيلعب على ملعب شيربيل. قولينا ايه القصة وايه الحكاية وليه منصورة مش هيلعب على ملعب. موزن محب الكرة بيعشاؤ فريل منصورة طبعا. منصورة حاليا بدأ يتم طبعا تفكير اكتر في الانشاءات مع طبعا العميد محمد باسيون رئيس النادي. اهتم عمل منشاءات كويسة جدا. لكن الاستاذ هو تابع لمديريت الشاور والرياضة في الاهلية. مباراة المنصورة والازازين كان ظهر الملعب بصورة سيئة. بالتالي من يومها اصبح الملعب تحت التجهيز. حاليا يعتبر بيشتغلوا على ارضية الملعب. الملعب هيكون فيها حوالي اكتر كمان من ثلاث شهور. بالتالي نادي المنصورة هيفتقد اهم عامل بالنسباله هو ارضية او ملعب استاذ المنصورة اللي هو يعتبر الاستاذ التاريخي للنادي. بالتالي الفترة المقبلة النادي هيلعب على ملعب شيربيل. ملعب شيربيل ملعب مميز ولكن هي القصة في ترحال الجماهير لمدينة شيربيل علشان يشجعوا الفريق. في تجربة جديدة كده موجودة في الدرجة التانية دلوقتي وهي رعاية اندية الدوري الممتاز لاندية الدرجة التانية او دوري محترفين زي مسلا الاهلي مع دلفي زي مودر من سبورت مع السيكا الحديد زي امبي مع بايونيرز زي سيراميكا مع ديروت كل دي تجارب لرعاية الدرجة الدوري الممتاز للدرجة التانية. تفاصيل رعاية الاندية دي. وش معنى الاندية اللي في دوري الممتاز اخترت الاندية دي تحديدا من الدرجة التانية. ده اللي هشرحونا دلوقتي رضا الصنباطي. ايه الكصة بتاعة الرعاية? الرعاية النهاردة بدأت الاندية تبص ليه لعبة الدرجة التانية بدلا ما يدفعهم مقابل مادي كبير جدا فبدأ يبص ان انا يكون عندي فريق رديف. بدلا ما يكون عندي فريق الشباب مسلا بيرحالوا بيدون مقابل بعد كده بيشتريهم باركام لانا عاوز احافظ على اللاعبين. بدأت تجربة اه فريق سيراميكا مع فريق دايروت. فكرة فريق سيراميكا انهم ينافسوا في مجموعة السعيد فتكون منافسة اقل مسلا. وبدأت مع فريق دايروت. اه المسم كمان قبل الماضي هبطوا من دور محتفين لكنهم اه استعدوا كويس جدا في دور القسم التانية مع كابتن علاء ابراهيم وقدروا يسعدوا لدور محتفين. كل مسم بتلاقي تلات لعيبة يعني المسم الحالي في تلات لعيبة انتقلوا من دايروت لفريق سيراميكا. بتشوفها حتى في انتقلات يناير بتلاقي في لعيبة من دايروت لسيراميكا. انبي بدأت التجربته مع المصر بالسلوم كان يعتبر بيلعب بلعبة موليد الفين واحد. فالامر كان صعب لان مجموعة البحر اقوى بدنيا شوية فنيا كمان. واللعيبة كانت لسه سنناها عندهم مثلا عشرين سنة. فالمصر بالسلوم هبط للدرجة التالتة. فريق انبي استمر في التجربة فراح رعى فريق بايونيرز. وايضا بنافس اللعيب الفين واحد الفين واثنين والموسم الحالي بلعيبة موليد الفين وتلاتة الفين واربعة. بعد كده شوفنا طبعا تجربة السكة الحديد مع مودرن. لكن التجربة هنا مختلفة. لان السكة الحديد مع مودرن هما بيعملوا مش فريق روديف لكن هو فريقي نافس. فاصبح الاسم السكة الحديد مودرن. فيه تجهيز قوي جدا. استعانى بواحد مدربين المميزين كابتن احمد عبد الرقوف. تعاقدوا مع عدد من الصفقات الميزة جدا. انتعانى بتلات لعيبة مسلا من لابينا. جبس المدافع حلواني. واللاعب مرسله. فيه جديد ايناوي. فيه طبعا احمد حسين. فيه كريم ياكن. كريم عرفاض باك يمين آآ الاسماعيلي. آآ مصطفى عفروتو. والخيال اتنين سنائم المنصورة. مصطفى حمادة. واحد من اللعب اللي كانت ميزة فريق فارقه. آآ كمان فيه عبدالله حسني. فيه موم الراضي واحد من موايزين في آآ في نادي امبي وكان معار لبلدات المحلة. آآ محمد صلاح زاكي ناشئ فريق الزمالك. رجب ماره واحد من المواهب الموايزة جدا في آآ في آآ فريق غزل المحلة. طيب. دي تجربة مدرن مع السكة الحديدة ان هو بيأسس فرقة قوية لتأهل الدورة الممتاز. خلايا هنتكلم بعد كده لا احيا لو السكة تأهل ونادي مدرن هو اللي بيدعم السكة الحديدة هيبقى اضعام ايه في الدورة الممتاز مع بعض دي حاجة لاحقها هنبقى نتكلم فيها بعدين ولكن في تجربة الاهل وديلفي فيها تفاصيل اكيد وكي تحكينا برضو عن تفاصيل. تجربة الاهل الاهلي كانوا فكروا من حوالي ثلاث سنين يرعى فريق ولكن امور يعني اعتبر اتأجلت يعني كان حصل تواصل مثلا فريق الزرقى مع فريق مع ادارة الاهلي بعد كده فريق بني عبيد تواصله مع ادارة الاهلي يعني كان الادارات الامدية في الدرجة التانية لما عارفت النادي الاهلي بيفكر يرعى فريق فبدأوا يتواصلوا كمان مع ادارة الاهلي حصل من بني عبيد قدمهم حصل تواصل كمان بين ادارة الاهلي وادارة بروكسي لكن ادارة ديلفي كانت الامور اسهل لان طبعا كنادي خاص اه عنده رعاية بالتالي كمان الامور كانت اسهل بين الطرفين اه النادي الاهلي هو متحكم في كل شيء بالتالي كانت النتيجة ان كابتل رابع ياسين هو المدير الفني للفريق لكن الامور التجربة علشان يكون فيها موافقة كانت متأخرة شوي فمغازم لعيبة 2003-2004 اللي انتقل يدار من ... في لعبة راحات ضيروت كدور لهم احترفين في لعبة انتقلة انتقلة الاوبifts من النادي في دور للمحترفين بالتالي ممكن يكون اللعيبة حتى مع نهاية القيد يكون اربع خمس لعيبة من فريق 2003 مع بعض اللعبين القدامة من فريق ديلفي هي التجربة اكثر اللي الاهلي بيفكروا أنهم يكون خدمة لفريق 2005 2005-2006 ستأخر فيها لانه لو كان لاحق كان بدخل فريق 2003-2004 بالفعل لو كانت من بدل على الال شهر شهرين مثلا فبالتالي انت عندك موليد 2005 هيقدروا يشاركم بالتالي اللعب اللي يظهر كمان النادي الاهلي هيكون مسلا ادارة التعاقدات لو شايف ان في لعب مويز مسلا في دور المحتفق او دور القسم التاني به يتعاقد معاه ويلعب في فريق ديلفي ويشوفوه على الطبيعة اللعب اللي مش هيلعب كمان في الناشئين يقدر كمان يشارك بصفة مستمرة مع فريق ديلفي لكن علشان الامور كانت سهلة بين ادارة الناديين الامور تم الموافقة عليها كمان في تدعيمات حصلت كمان بين فريق القرى النسئية لديلفي مع فريق الاول للقرى النسئية بالاهلي اخيرا احنا عندنا بس لقطتين سريعا كده المدير الفني لنادي سبورتنج هو احمد فاروق مين احمد فاروق احمد فاروق صحفي لقابي او بجريد الوقت واحد من مدربين عاوز اقولك المميزين جدا كان حارس مرمى فريق سبورتنج انا متابع فريق سبورتكم الاول ما صعدوا للدرجة الثالثة بعد كده صعدوا للدرجة الثانية وبعدين هبطوا لقسم الثالث بعد كده صعدوا للدورة الربعية كان عاوز اقولك دقائق بس واسعد للدورة الممتاز هو في ثقة من الحج عامر حسين ودعم ليه آآ وثقة في جامدة جدا لانهو مدرب بصراحة من متابعيتي ليهم في اخر مثلا ثلاث سنين كل موسيب تلاقي عندهم اللاعب يروح الدورة الممتاز يعني زي احمد فاوز كده وسط الملعب اللي كان راح منتخب الشباب وبراملز والمقالول العرب سيف الخشاب اللي احترف فيه الدوري اليوناني فاكتر من لاعب بيطلع من فريق سبورتنج في محمد ماجد الكابتن ايضا من لاعب المميزة في كل موسيب بتلاقيه دايما عينه كويسة جدا انها بتكتشف لعيبة بيجيبهم مسلا ممكن من سموحة من التحدي السكندري يعني ما بيكلفش النادي امور كتير جدا كمان هو مميز جدا تلاقيه بيعملك شغل هو شغل الاعداد اللاعب النادي الصواب صحافة معلوماتهم شغل صحافة يعني دايما الان بتواصل معيه هو مدرب محترم جدا في تواصله كمان بيتابع الانديها الاخرى بيتابع بالنسب كمان يعني يقولك مسلا فريق سبورتنج عمل نسبة كزا مسلا في التسجيل يتابع الانديها الاخرى الملاعب كان هو بيلعب مسلا في ملعب سبورتنج ملعب دايقة لان موسم الحالة ممكن نلعب على ستادي الاسكندريا علشان استفيد من اللاعبتين كمان كان عنده الطموح ان هو يصعى لدوره ممتاز شوف ازاي يعني هو مسلا الاخر لحزة كان عنده طموح ان يصعى لدوره ممتاز الانديها هتبقى سابقه ان صحفي ولاعب سابق يخد فريقه للدوري الممتاز هتقول حاجة فقرل ما ايه لعلى اللقطة الاخيرة طب يلا النقطة الاخيرة مدرب ودي رجلة محمد الشيخ عنده كم سنة واحد وثلاثين سنة واحد وثلاثين سنة اظن ده اصغر مدرب مصري موجود في دوري ممتاز ودوري المحترفين بلفعل ممكن تحكينا تفاصيل شوية عن محمد الشيخ محمد الشيخ هو واحد عنده واحد وثلاثين سنة كان ايضا في الشباب اشتغل في شباب وادي دجلة كمان هو كان رئيس نادي راع في الدرجة الرابعة وبعد كهو مدير فان الفريق ادار يسعى من الفريق من الدرجة الرابعة للدرجة التالتة وحاليا كابتن على جزال هو اللي تولى مكانه اشتغل في الكرة النسائية اشتغل في شباب والي داجلة اشتغل في أكثر من نادي في الدرجة الثالثة كل ده خبرات هو لسه صغير كما يشتغل حكم فبالتالي الأمور عنده بالنسبة له كرئيس نادي وكحكم كمدرب يعتبر عنده الخبرات لكن هي القصة كلها هي سقط مجلس الإدارة في مدرب لسه شاب بعد ما كان عندهم القروات الموسم الماضي بالتالي انت بتعاكم مع صفقات قوية جدا فريق والي داجلة ومعهم مدرب شاب فتجربة عليها رهان كبير جدا زي ما رهنوا على مدرب أجنبي بيرهنوا على مدرب صغير كمان احنا زي ما احنا بنشوف السوشيال ميديا دايما تقول لك مدرب مسلا في الدور الإنجليزي ده عنده تلاتين سنة او مدرب الدور الأسباني او مدرب مسلا بدعم على يبزج وبعد كده باير مفيش عندك فرصة ليه لمدرب صغير لا ده هو موجود يا جماعة محمد الشيخ نقدر بنشوف مدرب عنده تجربة زي ما شفنا احمد عبد الرقوف ايضا كمدرب زي ما هنشوف الموسم الحالي ابراهيم صلاح زي ما احمد صلاح معلو بينا كمان صحف نقابي واصغر مدرب موجود في الدرجة التانية واحد تلاتين سنة وتفاصيل وقصص كتيرة جدا هتلاقوها في الدرجة التانية سواء في دوري المحترفين او دوري القسم الثاني به على مدار الموسم رضا هيفيدنا ويدينا كل التفاصيل وكل الكواليس الخاصة بطولة الدوري شرفتنا ونورتنا يا رضا وشوية معلومات حاجة عينب حاجة كده ايه شفها قبل كده ولا سمع عناها قبل انطلاق بطولة الدوري الدرجة التانية دوري المحترفين وقسم الثاني به يوم سبعة اكتوبر يوم الاتني شرفتنا ونورتنا قبل شرف اللي هي طبعا محمد وسعلي كنتم موجود معاك رب نخليك رضا انا اسعد شكرا لكم مشاهدينا مشاهدي ما وقع في الجول في كل مكان تابعونا على مدار الموسم هتجدوا كل التفاصيل الخاصة بدوري المحترفين ودوري الكسم الثاني به شكرا